موسيقى وقد كان بدر الدين لؤلؤ هذا أرمنيا اشتراه رجل خياط ثم صار إلى الملك نور الدين أرسلان شاه بن عز الدين مسعود بن مودود بن زنكي بن أقسم قر الأتابكي صاحب الموصل وكان مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته لا نعلم هذا التفريع فحظي عنده لأنه مليح الصورة سيأتي الكلام عن الصور الجميلة الوسيمة سيأتي الكلام عن الغلمان وكل شيء يرجع هنا إلى الشاب الأمرد فلا نعلم هل هذا التفريع جاء من الصورة الجميلة الوسيمة لأنه مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته يقول وكان مليح الصورة فحظي عنده وتقدم في دولته إلى أن صارت الكلمة دائرة عليه والوفود من سارجات ملكهم إليه ثم إنه قتل أولاد أستاذه غيلة ثم إنه قتل أولاد أستاذه غيلة واحدا بعد واحد إلى أن لم يبق معه أحد منهم فاستقل هو بالملك وصفت له الأمور وكان يبعث في كل سنة إلى مشهد علي قنديلا ذهبا زنته ألف دينار وقد بلغ من العمر قريبا من تسعين سنة هنا تنبيه قبل قليل قال توفي عن مئة سنة قال توفي قال الملقب بالملك الرحيم توفي في شعبان عن مئة سنة وقد ملك الموصل نحو من خمسين سنة إذن قبل قليل قال توفي عن مئة سنة فما باله عدل عنها إلى تسعين سنة إنه خفت العقل ومرض النفس والنفاق لا يوجد غير هذا المحتمل لأنه يعيش في مرض نفسي ونفاق وخفت عقل فلا يعلم ماذا قال قبله وضعت أسطر لأنه قد انشغل كليا بالتدليس ولتبرير الأمور بتدليس باطل يكمل يقول وكان شابا حسن الشباب من نظارة وجهه وحسن شكله وكانت العامة تلقبه قضيب الذهب وكان ذا هم عالية وداهية شديد المكر بعيد الغور وبعثه إلى مشهد علي سلام الله عليك علي وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على لاحظ هذا استدلال أبن كثير يقول وبعثه إلى مشهد علي بذلك القنديل الذهب في كل سنة دليل على قلة عقله وتشيعه والله أعلم تعليق على مستوى تفكير ابن كثير أقول بعثه لهلاكه أضعاف ما يبعث لعلي عليه السلام دليل على فقدان عقله وتيميته دليل على فقدان عقله ودليل على تيميته والله أعلم أقول أيضا كل من يبعث هدية قنديلا إلى مشهد علي عليه السلام كل من يبعث هدية بين قوسين قنديلا إلى مشهد علي عليه السلام فهو شيعي كل من يبعث هدية إلى مشهد علي فهو شيعي هذا من أدفه الاستدلالات لإثبات التشيع على شخص وأقدر الاتهامات والافتراءات لتشويه سمع الشخص والتأجيج ضده وأحقر اسلوب لإمضاء وإتمام منظومة تدليس تكفيرية قاتله